خلينا نبدأ مشكلة شائعة وخلال حديثنا اليوم هنكتشف لأي درجة هي شائعة وحتى يمكن المصابين بيها ما بيعرفوا ومش من تبهين خلينا نعرف جفاف العين ما هو نعم بالزبط سره لا يعني متلازمة جفاف العين هي عبارة عن حالة شائعة أو ظرف صحي شائع يحصل عندما تعجز العين عن توفير الترتيب الكافي للعين فبتحصل عندنا بيصير في عندنا دموع غير كافية وغير مستقرة وهذا يعني له أسباب طبعا فيما يؤدي إلى مشكلة اللي هي جفاف العين اللي من مضاعفاتها قد تصل إلى التهاب في العين وتلف في الغشاء المحيط للعين ويعني هذه المشكلة كتير تؤرق الناس يعني الأشخاص اللي بتصيبهم لأنه بتساوي عندهم حرقة وحمرار بالعين وأراد رح نحكي عنها فبالتالي يجب عليهم أن يلجوا إلى الطبيب لأخذ العلاج المناسب إلها لحتى يشعروا بالراحة طبعا العلاجات هنحكي برضو عنها هتكون يعني في منها يعني تدابير منزلية وفي أيضا علاجات تأخذ يعني منها ما هو بوصفة طبية ومنها ما هو من غير وصفة طبية طيب أكيد فيه أشياء بتفاقم الحالة أو ربما بتزيد منها ما هي هذه الحالة نعم هناك عوامل خطورة يعني بالنسبة للإصابة بجفاف العين أول شي في عنا السن مما لا شك فيه يعني كل ما تقدم العمر خاصة عم نحكي عن أكثر من خمسين عام بقل إفراز التموع فبالتالي بتزيد عنا المشكلة للإصابة بحالات جفاف العين أيضا يعني هو خمر مش كتير محبب للنساء ولكن النساء هم يعني فعليا أكثر عرضة للإصابة بجفاف العين وخاصة عند التأثر بالهرمونات يعني لما بنحكي في أمور الحمل لما بنحكي باستخدام الهرمونات يعني أدوة الهرمونات وأيضا كمان عند الوصول إلى سن الأمل هاي كمان من عوامل خطورة الإصابة بجفاف العين أيضا كمان نقص فيتامين A يعني ما بيكون في عنا غذاءنا غير سحي نعني بالغذاء الغير سحي اللي هو ما بيحتوي على الفايتامين A اللي منعرف أنه كتير ضروري لصحة العين اللي هي الفايتامين A موجود في الكبد موجود فيه كمان بالبروكولي بالجزر أيضا كمان يكون الغذاء غير سحي ويفتقر إلى الأوميغا ثري الأوميغا ثري اللي هي متوفرة عنا مثلا في المكملات موجودة بالصدليات موجودة ببذور الكتان موجودة بالجوز موجودة بالأسماك والماكريل والسردين كمان عندنا من العوامل اللي يعني بتزيد من هاي المشكلة اللي هي استخدام العدسات أو اللنسز يعني هاي كمان بتسبب بجفاف العين بالإضافة إلى التعرض لدرجة أنه في بعض الأحيان اللي مصابين بحالات متقدمة يمنعوا أو ينصحوا بعدم استخدام العدسات مية بالمية معلومتك صحيحة مية بالمية سارة فعلا أيضا كمان بتعرفي يعني التدخين الدخان كمان بيزيد من مشكلة جفاف العين التعرض للغبار والأتربة والرياح الأماكن الجافة برضو كمان هاي بتزيد من يعني بتهيج من مشكلة جفاف العين دائما انت